اشتركوا في القناة على قدرة الاعلام الاهلاوي ودي حاجة تحترم على فكرة وانا بحبها جدا بالمناسبة الطريقة دي والاستير دي انه هو بيلبس البوس عشان تبقى عروسها وتبقى عروسها حلوة وكمان جمهوره يحب العروسة دي جدا ويقتنى بها تماما والجمهور الاخر او الجماهير الاخرى تطمئن تماما انه راجده بتكلم صح رغم انه في الغالب او بلاش في الغالب لنسبة خمسين في المية من الموضوعات اللي توثرها الالة الاعلامية الاهلاوية غير صحيحة عشان نكون امنا ده كلام انا بقوله بما يرد الضمير والله العظيم يعني بحلب بالله وقسم وحسب عليهم الدين طبعا الاهلاوية هيعودوا يغضبوا ويشتموا ويقل أدبهم في بعض الاوقات وفي ناس بتتناعش في اقل الاوقات لكن الشتايم هي الاكثر وقتا يعني طول وقت الشتايم وكأن الشتايمة هتخلي الانسان يتراجع عن موقفه او يتراجع عن الكلمة بيقوله اذا كانش مقتنع به هيتراجع لكن الحمد لله يعني اللي احنا هنقوله مقتنعين به وشايفينه وفاهمينه وعارفينه وعلى الاساس ده طول الوقت في هذا الامر هأكد ان قدرة الاعلام الاهلاوي على واستوصيل معلومة معينة للجمهور الاهلي ناجحة بنسبة مليون في المئة انا لو املك سلطة اعطاء جائزة هديها لالاعلام الاهلاوي اللي خارج من النادي الاهلي مش يعمل الاهلاوي اللي هو مواطن زي كده مثلا او غير عنده قناة او عنده وعنده بيقوله اللي بيقوله لا اعلام الرسمي عبقري عبقري يحية وياخد مش جائزة اسكر ما فوق جوائز والاسكر يعني وكان وكل الجوائز اللي فيها الاداء بياخد جائزة على الاداء سواء فني او تمثيل او اخراجي او ايا كانت الصياغة اعلام النادي الاهلي ياخد اكتر منها عشرين مر الرسمي وفي كتير من الحكايات وقصص طويلة جدا ميلا احنا لستو في حل ان احنا نتكلم عنه ومش مبنية على وقت الكابتن محمود الخطيب الحالي او صحيحها في فضلة محمود طاهر اهتزت شوية لان الالة الاعلامية اللي بتعمل الصياغات دي من اصحاب يعني اللي بسموها العصر الاقدم اللي هو بقى مع عصر كابتن حاسر حمدي وما قبله وما جات بقى محمود طاهر ومحمود طاهر كان راجل رومانسي عاوز يعني عاوز في يوتوبيا المدينة الفاضلة يعني وبقى محبش يستغل هذا الامر فالنتيجة بقى التشويق النتيجة دي اتحصل لدي تشويق معين بقيادة المجموعة القديمة اللي هو استغنى عنها وما اهتمش انه يتعاون معاها اللي هي بعد كده الكابتن بحضور الخطيب تعاون معاها من بعدها وعملت معاه اداء رائع بمناسبة رائح دي حاجة والله تحترم وانا بحبها بحب اللعبة الحلوة ودي لعبة مش حلوة ده حاجة كده مرادونة في ميسي يعني اعلام الندي الاهلي في توصيل الرسائل بعيدا بقى ان انا اقول انها ممكن بفاها كذب او بفاهاش كل الحقيقة انه بيعمل اداء احلى من اداء مرادونة وميسي في بعض كده في بعض وده يعني اعتراف اعتمدوا اعتراف عني ان ما يفعله الاعلام الاهلاوي في اظهار معلومات معينة وتوصيل رسائل معينة هي فوق الاداء بالنسبة لي جمال اداء مرادونة وميسي في بعض واخر هذه الموضوعات موضوع حق الانتفاع بتاع استاد السلام هلوكم كم معلومة واحنا ماشيين في الطريق مع بعض لازهار قصص وروايات وحكايات اولا زي ما قلت بالكده محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات احد اهم الاشخاص اللي قدروا يعملوا كده المثل اللي الناس بتهزر فيه انه يقدر يبيع الهوى يحل بيع الهوى يعني او يدين الهوى دوكو زي ما بيقوله عبقري يعني انا وجهة نظري انه اصحاب الشركة الكليات الخاصة بلاش الحكومية اللي فيها كلية تجارة وفيها عروض معينة يعني يعني في ادارة الاعمال انه ازاي تعرض منتجك وازاي تشتغل عليه يجيبه محمد كامل يدرس هيعلم الطلبة والله حاجات اكيد محمد عنده حاجة كويسة على فكرة يقدر يعلمهم حاجات تخليهم يقدروا يبيعوا الهوى في ازايز او يدينوا الهوى دوكو فبالك بشخصية عبقرية عنده هزا الامر مع اعلام خطير يقدر يبيع برضو الهوى في ازايز ويكتب على الهوى بالدوكو اللي هو اعلام الرسمي للنادي الاهلي فظهر موضوع حق الانتفاع بتاع قناة الاستاد النادي الاهلي او استاد السلام يعني اللي تسميه عند الاعلام الاهلاوي والرسمي استاد النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي يعني كما قناة في الاخر شوية المهم الاستاد ده ايه شوفوا عشان نقول معلومات واضحة والموضوع ابسط ببسط انا بقول كلام يرد عليه طبيعي انا يعني مش انا مكلامي نازل من السماء يعني وبالتالي الرد علي انه يطلعوا العقد بس يطلع العقد اللي بين استادات والانتاج الحربي وعلى اساسه استادات اتعقدت مع النادي الاهلي هل النص بيقول شوفوا بقى الاهلي لم يتفوت مع وزارة الانتاج الحربي لها المالكة الحقيقية للاستاد تمام او انه هو راح قعد معهم ما حصلش اللي قعد معهم شركة استادات وكان متعقدة من سنة ونص على هذا الامر تمام في بقى حاجة معينة في قانون الحكومة المصرية او القوانين المصرية اللي تتحكم التعاقدات الحكومية مع الجهات ايه هي ان اقصى تعاقد تقدر تعمله جهة حكومية مصرية والانتاج الحربي جهة حكومية مصرية بالمناسبة وبالتالي ما يملكه هو استاد السلام يعتبر جهة حكومية يعني حكومي وبالتالي لا يستطيع تستطيع حتى وين ارادت وزارة الانتاج الحربي مالكة يعني للاستاد السلام إنها تنضي عقد أقصى وقت فيه هو عشر سنوات وده العقد الحقيقي اللي موجود بين محمد كامل واستادات وبين استاد السلام أو إدارة استاد السلام عشر سنين بمئة مليون جنيه في السنة عشر مليون جنيه فات سنة ونص قلت سنتين يعني فبالتالي موضوع حق الانتفاع ده مش صحيح يعني لازم لاعترف إنه مش صحيح إنه خمسة وعشر سنة حق انتفاع طيب هو حق الانتفاع بيبقى إيه حق الانتفاع بيكون إن انت كإنسان لك حق الانتفاع انت اللي تتولاه يعني يكون الأمن أعضاء التنظيم من الناد الأهل لكن الحقيقة إنه مش من الناد الأهل هيكونه من شركة استادات وإنه من ضمن الحاجات إن العقد اللي ما بين شركة استادات وما بين استاد الكولية الحربية ما بيديش حق الانتفاع في تغيير اسم الاستاد أو هويته أو شعاره لأن احنا بنكلم جهة حكومية تمام؟ الأهل ما اشتراش حق الانتفاع دي المفاجأة التانية الأهل باع اسمه استغلالاً بمعنى إنه يتم استغلال اسم النادي الأهل في النهوطة على الاستاد خلي بالا هي التركيبة ملفة كده إنه الأول ما لهمش حق إنه يغيروا الاسم إلا بموافقة الجهة المانحة وصاحبة الأمن لو ستت السلام ممكن يحصل مفاوضات يغيروا الاسم طيب الأهل يخد 55 مليون أو أكتر أو أكتر وعشان يغير يبقى الحق إنه يكتبوا اسم النادي الأهلي عليه هنا حصل النادي لأني ما أخدش حق انتفاع باع استغلال اسمه اسم النادي إنه يتم استاد الأهلي ده إن تم يعني بموافقة الاستاد الهيئة المانحة اللي هي استاد السلام على تغيير الاسم لو مش موجود في العقدة أصلاً إنك تغير الاسم مع استادات ممكن يحصل تفوضاته السلام ملحقة عقده وهاك كلام لكن المدة صعب العشرة السنين دي صعب التغيير الاسم إذ ربما ممكن جايز احتمال تمام؟ فده اللي إحنا بنتكلم فيه إن الأهلي ليه خد فلوس مش هو اللي دفع فلوس طبيعي إن أنا أدفع فلوس عشان أخد حق انتفاع لكن الأهلي خد فلوس لأنه باع استغلال اسمه باع استغلال اسمه مش حمل حق انتفاع لأن استادات تاخد اسم النادي الأهلي الكبير الضخم المسوق لأي حاجة وتحطه على الاستاد السلام بعد موافقة السلام طبعاً وتبني عليه إنو استاد الأهلي فتبدأ دعايات ويبدأ يجبني جواه حاجات وإجراءات ودعاية ووا 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 كتير أوي فوق البيعة بيعوا رجعوا ليه راحة استداد خدت القناة تلاهلي لان شركة اعلان مصير مش عاوزة خدت الاهلي لمشاكل ما معينة في ادارتها او 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 الله اعلم بيها لكن عشان كده استداد خدتها فوق البيعة اشوفكم على خير دايما الى لقاء جديد في فيديو جديد